كمان استقبل السيد الرئيس وزير خارجية روسيا للتحادية سيرجيلا فروف وده بحضور سامح شكري وزير الخارجية وعباس كامل رئيس المخابرات العامة بالإضافة لسفير روسيا للتحادية بالقاهرة اللقاء بحث ترسيخ الشراكة مع روسيا في المجالات الاقتصادية والتجارية والصناعية المتمثلة في عدد من المشروعات الهمة أبرز مشروع محطة الضبع النووية والمنطقة الصناعية الروسية في محور قناة السويس أعرب السيد الرئيس خلال اللقاء عن تطلع الانتهاء روسيا من الإجراءات اللازمة لاستئناف رحلات الطيران من مدنها لمدينتي الغرداء وشارمشي استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسيا السيد سيرجيلا فروف وزير خارجية روسيا للتحادية وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية والسيد عباس كامل رئيس المخابرات العامة والسيد ميخايل بوكدانوف نائب وزير الخارجية الروسي وسفير روسيا للتحادية بالقاهرة المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي صرح بأن السيد الرئيس طلب نقل تحياته للرئيس الروسي فلاديمير بوتين معربا عن اعتزاز مصر بعلاقتها مع روسيا والحرص على تطويرها وتعزيزها في مختلف المجالات فضلا عن أهمية تكثيف التشاور والتنسيق حول مختلف الموضوعات ذات الاهتمام المشترك خاصة في ظل التحديات الراهنة في المنطقة وجهود البلدين لاستعادة الأمن والاستقرار إلى منطقة الشرق الأوسط وزير الخارجية الروسي في المقابل نقل تحيات الرئيس بوتين للسيد الرئيس وتثمينه لما تشهده العلاقات المصرية الروسية خلال السنوات الماضية من تعاون مثمر تحرص روسيا على تعزيزه والارتقاء به على مختلف الأصعيدة وأشار لفروف إلى اهتمام روسيا بمواصلة التشاور وتبادل الرؤى مع السيد الرئيس بشأن مختلف القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك وذلك في ضوء التعاون الوثيق القائم بين الجانبين وفيما يتعلق بالشق الثنائي ذكر المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد استعراضا لعدد من الموضوعات في هذا الإطار حيث أكد السيد الرئيس سعي مصر لترسيخ الشراكة مع روسيا في المجالات الاقتصادية والتجارية والصناعية وهو ما تجسد في بلورة عدد من المشروعات المهمة التي يتعاون البلدان في تنفيذها داخل مصر مثل مشروع محطة الضبع النووية والمنطقة الصناعية الروسية في محور قناة السويس والتعاون في مجال تطوير منظومة السكك الحديدية كما أشار السيد الرئيس إلى موضوع استئناف حركة الطيران بين المدن الروسية ومدينتي شرم الشيخ والغردقة وتطلع مصر لقيام الجانب الروسي بالانتهاء من هذه المسألة قريبا وقد أكد وزير الخارجي الروسي التزام بلاده بتعهداتها التنموية وتنفيذ مشروعاتها في مصر وفق اتفاق الشراكة الاستراتيجية الشاملة الموقع بين البلدين في أكتوبر الماضي كما أكد لفروف أن الجهات المعنية في روسيا بصدد الوقوف على مختلف الإجراءات اللازمة لاستئناف حركة الطيران بين المدن الروسية ومدينتي شرم الشيخ والغردقة وعلى صعيد الشق الأمني ومكافحة الإرهاب تم خلال اللقاء مناقشة سبل تعزيز الجهود الثنائية المشتركة لمكافحة الإرهاب حيث استعرض السيد الرئيس الرؤية المصرية في هذا الشأن وخطورة مسألة قيام بعض الجهات والدول بتقديم الدعم والمساندة للجماعات والمنظمات الإرهابية وقد أكد لفروف تأييد روسيا للجهود المصرية الجارية في مجال مكافحة الإرهاب وعزمها مواصلة التنصيق والتعاون بين البلدين في هذا المجال على مستوى الأجهزة والمؤسسات المعنية وعلى صعيد التعاون الثلاثي في القارة الإفريقية شهدت المباحثات استعراض فرص التعاون بين البلدين في هذا السياق في ضوء رئاسة مصر الحالية للاتحاد الإفريقي ودعوة روسيا لعقد قمة إفريقية روسية في أكتوبر المقبل والتي يسبقها منتدى الأعمال الإفريقي الروسي حيث أكد السيد الرئيس على أولويات الرئاسة المصرية تجاه إفريقيا لسيما فيما يتعلق بالشق التنموي وتطوير البنية التحتية بالقارة الإفريقية وتحقيق الاندماج الإقليمي والتكامل الاقتصادي من خلال تنفيذ أهداف أجندة 2063 كما تم تناول آخر المستجدات على صعيد القضايا الإقليمية خاصة تطورات القضية الفلسطينية وعمليات السلام وقد أكد السيد الرئيس في هذا الإطار الموقف المصري الثابت بحل الدولتين وفقا للمرجعيات الدولية الذي يعد الحل الأمثل لإحلال السلام والتهدئة في منطقة الشرق الأوسط باعتبار القضية الفلسطينية هي القضية المركزية في المنطقة بل والعالم مستعرضا في هذا الصدد جهود مصر لإتمام عملية المصالحة الفلسطينية وتهدئة الأوضاع في غزة وفيما يخص الأوضاع في ليبيا أكد السيد الرئيس ضرورة التحرك العاجل وتكاتف جهود المجتمع الدولي لوقف تدهور الوضع وتدارك خطورته لسيما أن عمل الوقت يعد حاسما للغاية ولتقويد انتشار التنظيمات المتطرفة مشيرا في هذا الصدد إلى دعم مصر لإعادة بناء المؤسسات الوطنية الليبية وجهود توحيد المؤسسة العسكرية كما أعرب السيد الرئيس عن مواصلة العمل والتنسيق مع روسيا للوصول لتسوية سياسية للأوضاع في سوريا وكذلك احتواء خطر العناصر الإرهابية هناك فيما يعرف بالمقاتلين الأجانب والحيلولة دون انتقالهم إلى مناطق إقليمية أخرى ترجمة نانسي قنقر